وقل رب زدني يا علم وإذا الموسيقى عالية في ليلة 27 الليل التي تحرى أكثر أن تكون يتقل فذهبت وإذا فيها مجموعة من الشباب قلت يا شباب إذا ما استطعتم تصلون مع الناس وتدعون الله عز وجل في هذه الليلة المباركة أقل شيء أطفئوا هذا الصوت العالي أوقفوا هذا الصوت فأغلقوه ثم قلت لهم هذا الحديث قلت لهم هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنه ثم قلت للقريب مني حفظت الدعاء قال نعم قلت أعده فأراد أن يعيده ما أعرف فأعدت عليه مرتين ثم قلت أعده فأعاده قلت هذا كرره اجعلوه على ألسنتك ثم بعدها أنا نسيت القصة بعدها بتقريبا خمس أو ست سنوات ذهبت إلى جهة دينية في إحدى المدن والتقيت بالعاملين فيها ولما انتهيت جاء وجلس بجنبي شاب منتحي سماه الخير قال لي تذكر الشباب الذين قصتهم كذا وكذا فذكرني ذكرت قال أنا واحد منهم والله عز وجل هداني من تلك الليلة يقول من تلك الليلة جعلت هذه الدعوة على لساني أدعو الله وأكررها حتى انشرح صدري وما كان في قلبي من محبة لأشياء باطلة ومحرمة يقول أذهبها الله عني ولهذا أقول ينبغي حقيقها ينبغي حتى أيضا أن نتعاون على هذا الأمر خاصة الآن وسائل الاتصال إذا تعرف أحد من قربائك عنده معاصي عنده ذنوب أرسل له قل له أنصحك نصيحة لوجه الله أكثر من هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فعفوها أكثر في العشر من هذا الدعاء العظيم وإن شاء الله سترى خيرا ترجمة نانسي قنقر